وأجرى وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة يرافقه محافظ صلاح الدين جولة ميدانية اطلع خلالها على عدد من المشاريع التي يجري تنفيذها في مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين حيث أطلق الوزير خلال الزيارة المرحلة الثانية من مشروع جسر شمال تكريت الذي يتضمن إنشاء مقتربات الجسر في الضفتين الشرقية والغربية وأستمع لشرح مفصل عن مراحل تشييد الجسر ونسب الإنجاز المتحقيقة فيه والمخططات المستقبلية لتطوير مقترباته والمناطق المحيطة بعدها تفقد مع المحافظ موقع مشروع مجسر الدل الحيوي وسط تكريت مطلعا على نسب الإنجاز وموجها لتدليل المعويقات التي قد تواجه العمل بغية الانتهاء منه قبل الفترة الزمنية المحددة